إن جمل يعني حدي يعني جمل بقلب الشارع كل شهر أنه يعني تصليح دوزان ودواليب يعني عم نعاني كتير من هالأمر هذا أمصورات من الطجات من الحفار من هالشغلات هاي قد تتفاجأ عندما تعرف أن هذا الطريق بحفره وأوساخه ليس نائيا بل هو طريق رئيسي للسيارات وسط مدينة إدلب سكان محافظة إدلب شمال غربي سوريا يشتكون كثرة الحفر والمطبات العشوائية في الطرقات التي خلف القصف جزءا منها أما الجزء الأكبر فتشكل نتيجة الإصلاحات العشوائية التي ينفذها سكان الأحياء المجاورة تأخذ الحفر والمطبات أشكالا مختلفة إذ أن المطب هو جزء بارز عن مستوى الأرض على العكس الحفر التي إما أن تكون تشققا في الأرض لم يعدل وإما أنها حفر عميقة ردمت بالتراب بطريقة عشوائية ففقادت الجزء المكشوف منها بفعل الأمطار والرياح الطرقات غير المستوية تسببت بعديد من حوادث السير عدا عن الإصابات الجسادية التي تحدث لسائقي السيارات ظاهرة انتشرت حتى بات الجميع يتحدثون عنها متسائلين عبر كاميرا عنب بلدي أين الجهات المعنية بحل المشكلة مشكلة البلد كلها تياحجي ما مشكلتنا مشكلة البلد كلها تمحفرة ما بتكون نسوينا إياها ما بدوا يلتقى المعنيين يديروا بالي عليها ولا ناخد نحن بسم السيارات ونحطها بجيبنا تسفيت ما تسفيت ما عبتزفة طرقات وهون سيارات عبتجي يعني مثل بيقولوا طايرة لعبتهدي ولا شي شي بيخص السيارات ونحن الله يساعد معنا سيارة بس نحن مشان الأطفال يعني أنه عم نحكي طرقات كلها محفرة بدها صيانة ومين مسؤولة البلدية ولا الإسكان ما معروف من يعني بدك ترؤ تقدم شكوى ولا أنا بدي رؤ أقدم شكوى مو ساعة ولوين على البلدية ما بعرف البلدية بدي على الإسكان ما بعرف وين الإسكان ما منعرف وين هو هذا البناء لشو هذا البناء لشو هاي المفروض البلدية أو خدمات الفنية اللي عندنا المفروض تعملها وهدوالي الحفر يعني شوف يهدا الشارع ليك حفرة حفرتين ثلاثة أربعة طيب إحنا يوم نشوف حفر يوم نشوف تلال هل هي التلة هي صبت ريقار ما؟ هذا ريقال هذا المفروض يكون ريقال لأما بالأرني على اللف في تعييت الشارع لأما يكون واطي مش لي مثلا مثل هلأ هون حفروا مثلا لمجرور طمروا بطراب الطراب أشو بيساوي على المي وعلى هايك بيروح ترجع الجورة متل ما هي هاي أكتر المشاكل هايك كثير عمل عيني مهي بسبب تصليح الدوزان وحتى القطع اليوم كثير غالي يعني ما عم نلحي تصليح للدوزان والسيارات ونحن معيشتنا من عند الله سبحانه وتعالى وسمى من نوراه الزيارة فما عم نستفيد من موضوع الإفادة فيها كنقل فالطرقات كثير عم نعيني منها كجور ومعاناة كثير كثير كتصليح أو سيد الزفت كثير يعني محفر غياب الرقابة والإهمال لسنوات أبرز ما أسهم في زيادة الحفر وذلك باعتراف رئيس بلدية إدلب المهندس أسعد بيلساني عدا عن حملة وصفها بالخجولة بدأت العام الماضي يادر وعينة بلدي كان حاضرا لسماع خطة البلدية لحل هذه المشكلة التي من المفترض أن تبدأ بشكل فعلي خلال العام الحالي زفتنا قسم من الشوارع أو خلينا نقول رأعنا قسم من الشوارع وتم تأجيل العملية لهذه السنة طبعا لا نستطيع أن نقوم بعملية تسبيت أو ترقيع الطرقات بشكل كامل في مدينة إدلب نظرا للتكلفة الباهزة فسنقوم إن شاء الله على سلاسة مراحل هذه السنة في ترقيع الطرقات الرئيسية فالأدنى فالأدنى إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر